اهلا بيكم في فيديو جديد ان شاء الله النهاردة هنعمل الاكلة السهلة دي اللي هي الماكرونة المبكبكة بالسجوء هنستخدم السوسيز ده والطوم والفلفل والطماطم والسلسة والبهرات هنقلب الاول الطوم فيه شوية زيت وعليهم هنقطع الطماطم كده زي ما انتم شايفين مش هنضربها في الخلاط بعد كده هننزل بالسوسيز عايزينه بقى يتشوح مع الطوم والطماطم هنستخدم بقى في الوصفة دي البهرات اللي هنشوفها دلوقتي الكزبرة والفلفل اسود والجنزبيل فلفل اسود كزبرة بتديها طعم رهيب وبصل بودر وكمون وفلفل الوان او فلفل رومي او فلفل حرق زي ما تحبوا بس انا بحب بحط فلفل حرق بعد كده لما يغلو مع بعض والسوسيز يدخل في السوا هضيف الملح وهضيف كمان شوية خل والسلسة هحط نص برطمان دي اسرع اكلة وقلز اكلة للمكارونة هزود بقى مية واول ما تغلي هضيف بقى ايه دلوقتي المكارونة لاني مش هسلق المكارونة ولا حاجة طبعا الاكلة دي بتتعمل في المحلات اللي هي البدو بيعملوها المبكبكة ممكن تعمليها باللحمة ضاني وممكن تعمليها باي نوع لحمة وعملتها قبل كده القناة برضو بالكفتة ومرة دي عملتها بالسجوء بتطلع تحفة وخاصة لما تتعمل سبايسي كده بقى رنفلفل حرق بتبقى وهمية ان شاء الله تجربوها وتعجبكم بتوتي عليها النار وتسيبيها وبتستوي كلها كده بقى مع بعضها ما سلقناش المكارونة ولا حاجة وده كان فيديو النهاردة اتمنى لايك للفيديو اشتراك بالقناة وتفعيل الجرس الاولاني عشان يوصلكم كل الفيديوهات كل العام وانتم خير مع السلامة اشتركوا في القناة